بسم الله الرحمن الرحيم زيكم يا حبيب قلبي عاملين ايه يا ربي تكونوا بخير صباح الفل او مساء الفل على اختي وحاببتي وام اللي بتتبعني وحشتوني وحشتوني كمان مرة وحشتوني فيديو المشتريات بقالي اكتر من 3 او 4 شهور ما عملتش معاكم مشتريات الشهر وطبعا زي ما انتو طلبتوا مني الشهر ده يا هيبة لازم تعمل لنا مشتريات فطبعا اني الاواني اللي احنا نعملها مع بعض يلا بينا نشوف اشتريت ايه والاسعار ايه والعروض ايه وايه الحاجات اللي انا بحب استخدمها وطبعا بحب اكررها كتير جدا يلا بينا نسمي الله ونصلى على الرسول علي افضل الصلاة والسلام وحط اللايك بتاعك ولو انت اول مرة تتفرج علي ست الكل ما تنسيش تحط اشتراك وتفعل الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لك كل الفيديوهات ان شاء الله يلا كده نبدأ على طول بسم الله ما شاء الله جبت بالنهاردة المشتريات كلها اه عايز اقولك اللي البيت كان عندي فوضي خالص يعني درجة كمان صبوري الموعين ما كانش فيه فكان لازم اللي انا انزل كده ويقلم كل الحاجة بتاعتي في حاجات بتقعد معي لشهر كلها في حاجات بتخلص قبل الشهر في حاجات بتقعد للشهر اللي بعديه يعني على حسب الاستخدام طبعا اه الفيديو بتاعي النهاردة هقولك مشتريات الخزين بتاع البيت وكمان هقولك المنظفات يعني هدخل الاتنين كده مع بعض علشان خاطر ما ايه ما نطولش اول موضوع تعالي نبدأ كده على طول ونشوف هنعمل ايه ولا هنقول ايه هنبدأ من الليمين ربنا يجعلنا من اهل اليمين اللهم امين يا رب العالمين بصي كده طبعا السكر انا ما كانش عندي سكر خالص فلما نزلت ما لقيتش في السوبر ماركت غير سكر اللي هو اسمه شهد جربته كذا مرة لقيته حلو جدا بصراحة بس كان غالي قوي المرات دي لما رحت لقيت السكر عامل 9 جنيه وكان 9 جنيه 75 قرش فيعتبر حلو قوي بالنسبة للاسعار اللي انا سمعتها والاسعار اللي انا شفتها 13 و14 لا 9 جنيه 75 ده حلو قوي فجبت كمية حلوة كده تقعد معايا قدي 3-4 شهور علشان خاطر بقى السكر يعني حاجة بتبقى في البيت ضرورية جدا جبت بكت على بعضها ده كده سكر شهد الحباية بتاعته حلوة وبيسكر جميل جدا على العموم بالمناسبة يعني المشتريات دي انا مشتريها من كرفور اللي في المقدم في الميدان النفورة الاسعار عنده بتبقى حلوة بحب اللي انا اروح عنده ملموم كده ومحندق وتقدر اللي انت تلمي افكارك كلها وتلمي مشترياتك احسن بكتير جدا عن الهايبر الكبير بحس المساحة الكبيرة بتخليك كده متشتتة وعقلك متشتت ومش عارفة تجيبي ايه وبتجيبي حاجات ملاش اي لازمة خالص اما المكان لما بيبقى صغير ومحندق كده بتعرف تلمي طلبات بيتك كلها ده عن وجهة نظر هبا معرفش انتو كمان زي كده ولا وطبعا ببقى ملتبه افكاري وكاد بقولي الحاجة اللي انا محتاجاها عشان لما انزل ما اجيبش حاجة مش محتاجاها او اجيب حاجة تكون عندي في البيت كده اول حاجة السكر قلتلك عليها جبت كمان الرز والرز بقى هنا هو اللي سعره عالي شويتين تلاتة انا كاد بالسعر فين بصي انا كنت فاكرة اللي هو سعره عالي لا انا لقيت فعلا رز المطبخ المرة دي عامل 13 ورز الضحى عامل 14 اما دوت لقيته عامل 11 جنيه وشاهدية جربتها كزا مرة في كزا منتج لقيتهم حلوين او بصراحة فجبت برضو كده اللي هو الرز دوت عامل 11 جنيه انا على طول بحب اجيب العبوة اللي هي خمسة كيلو بس للاسف ملقتش اصلا عبوات خمسة كيلو خالص لقيت كل اللي موجود اكياس الكيس كيلو فجبت بقى كده يعني جبت الكياس اللي هي الكيلو المكارونات بقى فضلت المرات زي اللي انا اجيب المكارونا المطبخ لقيتها حلوة في الاستعمال وجميلة والكيس كده صغير ومحمدة وسعرها حلو سعرها عامل 4 جنيه 65 قرش جبت اتنين اللي هي المكارونا الفورن ديت اهي كسين وجبت كمان كسين المكارونا الهلالية واجبت كمان اتنين شعرية لقى الشعرية جبتها اربعة الشعرية جبت اربعة لاني الكيس صغير وانا بعمل رز الشعرية كتير جدا فجبت اربعة كده وانا عندي كيلو من الشهر اللي فات لقى من الشهر اللي قابldenه UP لا من الشهر اللي قابله كمان فده مع ده هينفع جبت كمان اتنين لسالة عصفور ويالحبائي بتاع تلاسان عصفور عجبتني قوي بص صغيرة كده وحلوة غير اللي صنعي عصفوري اللي هي تلقي الحباية كبيرة كده وشكلها مش حلو جبت كمال اه اتنين اللي هي الماكرونا اللي اسبكتتي حلوة جدا اه الحباية بتاعتها برضو الحباية رفيعة كده بصي مش الماكرونا التخينة اه طبعا اي كيس من لانا عرض تقولك دوت سعر اربعة جنيه خمسة وستين قرش تمام كده تمام تعالي كده معايا النحيا دي ونشوف جبت ايه تين جبت الدقيق ودي برضو جبته نفس نوع الرز عامل تلاتاشر جنيه خمسة وصبعين انا بحب استعمل الدقيق اللي هو متعدد الاستخدامات بس للاسف انا ملقيتهش موجود بحب السهاجي وبحب كمان المطبخ وجربت دوت من شهر من شهور اه لكن للاسف بقى المرة دي ملقيتش غير النوع دوت خالص هو اللي موجود في السور ماركت معرفش ايه اللي بيحصل يعني مع ان هو مكان المفروض يبقى فيك كزا منتج بحيس اللي انت تختاري المنتج اللي انت عايزيه اه على العموم انا جبت منهم كسين كده لا جبت تلاتة اه الواحد عامل تلاتاشر جنيه خمسة وسبعين طبعا هيقعد معي كتير وانا عندي اللي هو الدقيق العادي اللي انا بستخدمه للغسيل بتاع الفراخ للبني ايه الحاجات ديت يعني جبت كمان من نفس الشركة جبت عدس اصفر لان العدس الاصفر خلص من عندي اه الكيس ده هو تعامل نص كيلو وسعره واحد وعشرين جنيه اللي هو العدس الاصفر طبعا انا البكوليات ما جبتش خالص بكوليات لاني عندي متوفره من الشهر اللي فات عندي جميع نوع البكوليات معادة العدس بس هو اللي كان ناقص عندي بص بقى جبت صالصة كمان والصالصة ديت لقيت عليها عرض حلو قوي عاملة حداشر جنيه اه فجبت منها بقى اه جبت منها اربعة يعودوا عندي الشهر كله يعني بمعدل كده الواحدة بتعود اسبوع لاني بستخدمها باخد منها معلقة واحدة للأكل يعني لان انا طبعا مفرزة صالصة عندي في الفريزر الواحدة عملة 11 جنيه جبت كمان العصير اللي هو التانك دوت حلو قوي في البيت جالك بقى ديوف الولاد عايزين نشربه عصير وانتي مش قادرة اه مهبطة وبعد شغل البيت تعمليلك على طول كوباية بيبقى حلو قوي ده سعره 28 جنيه وبيعب كتير جدا 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 جبت كمان اه ميونيز وعلبة الميونيز دي او البطرامون دوت عامل اه 25 جنيه جبت كمان الكاتشاب من شركة دورة ده 30 جنيه بس ده حور بيقعد كتير قوي يعني انا بجيب العبوة الكبيرة دي بتعود عندي فترة طويلة دي فرشة اسنان ملاش علاقة بالليلة بس انا هوريها لك برضو اه دي فرشة اسنان جبتها المكة لان فرشة الاسنان بتاعتها اه ماتت خالص فا اه او يعني بقى لها فترة طويلة عندها فحبت اللي انا اغير لها كده واجب لها حاجة طبعا هي اللي مختروها على زقها دي عاملة 29 جنيه بالغطى بتاعها شكلها حلو بص بقى جبت كمان ايه بقى جبت كمان هنا اللي هو البصل كنت كان مقسني بصل وكان مقسني طوم بحب اجيبهم قوي من شركة الضحى لاني البصل لينك هكده جميلة والطوم كمان يعني عايز اقولك اللي احنا بنجيبه من عند العطور ده يعني ما يسكرش حاجة خالص من اللي هو معلب ده دي اي نعم غالية شوية لكن عايز اقولك ربع معلقة منها بمعدل معلقتين او تلات معلق من اللي انت بتجيبيني من غير ريحة خالص من عند العطور دي عاملة 23 جنيه بس بصراحة ممتاز عارفة الشبسي اللي بتعم الجبنة المتبلة لما بتفتحيه مش بتشمي ريحة البصل كده اه هو نفس الريحة دي كده ريحة البصل دي نفس ريحة الشبسي بتاعت اللي هو الجبنة المتبلة اه اللي انت بجيبيه سايب من عند العطور مستحيل تشمي نفس الريحة دي جبت كمان الزبدة والزبدة هنا جبتها اللي هي فرن لقيتها حلوة قوي وعليها كمان ملقتش كريستيل وفرن جربتها كزا مرة هي وجنة فلقيت ديت حلوة وكمان عليها علبة هدية فطبعا نسيب العرض لا طبعا ما سيبهوش رحت جبتها دي عاملة 46 جنيه اه العلبة عاجباني اكتر من الزبدة مجنونة سايب بص جبت حاجات مجمدة برضو من السوبر ماركت بحبها تبقى عندي متوفرة في البيت وقت مش قادرة اعمل اكل اللي ولاده عليهم درس ورجاء وعايزيني يأكله بسرعة اه رجعت من البرة متاخرة عايزة اعمل حشوة مثلا في الاكل مثلا مختلفة فجبت السوسيز دوت او الهوت دوت دوت عامل 68 جنيه وعايز اقولك حجمه كبير جدا بيعود عندي الشهر كله بسم الله ما شاء الله جبت كمان البورجر اللي هو اطياب ده حلواني ده شركة حلواني اللي هو الهوت دوت دوت ده حلواني جبت بقى اطياب واطياب هنا جبت البورجر اللي هو الجامبو عايزة اقولك اللي فيه جامبو وفيه عادي العادي سعره تقريبا حاجة وتمانين بس طعمه مش حلو قوي اما بقى اللي هو الجامبو دب فيه نسبة كده تحسين اللي هي حرق شوية طعمه ممتاز بصراحة من شركة اطياب ده عامل 139 وبيعوب كتير قوي والواحدة كبيرة كده بسم الله ما شاء الله يعني طبعا هشيرهم بقى في الفريزر دلوقتي تعلي معايا كده الناحية التانية هنشوف جبنة ايه بص جبت البقسمات اللي هو بتعريتش باك دوت الواحد عامل 10 جنيه اه جبت كسين لاني بقى لكتير قوي ما عاملتش بقسمات لاني مفيش عندي فينه عشان عامل بقسمات فجبت كسين الواحد عامل 10 جنيه جبت كمان النشا جبت علبتين من النشا العلبة بيبقى فيها كسين من جوه والعلبة سعرها خمسة جنيه حلوة قوي وبحب اللي انا اجيبها معلبة مش بحب اللي انا اجيبها سايبة جبت كمان نعناع من شركة ازيز اه نعناع وينسون الواحد عامل 8 جنيه 75 النعناع او الينسون تمام في بقى حاجات كتير فيه كريبة او في حاجات كتير او بس انا بفضل النعناع والينسون بس جبت كمان مرقة دجاج اللي هي اه باللحمة طبعا انا مش بستخدمها كتير بس بحب اللي هي تبقى متوفرة عندي دي سعر الواحدة عاملة 3 جنيه فيها 2 من جوه جبت كمان مرقة دجاج اللي هي اه بالفراخ جبت اتنين والاتنين دول الواحدة عاملة 4 جنيه اهي من شركة ميجي جبت ايه تانية هيبة جبت جيلي محدش بقى يضطرق علي ويقول الجيلي في الساعة احنا بنحب الحاجة الساعة في الشت عادي يعني ايس كريم وجيلي والكلام ده كله بناكله في اي وقت مش فارق معانا بقى ساعة ولا حر ولا ايه المهمة جبت عبوتين من الجيلي الواحدة عاملة 4 جنيه وربع دجلي فراولة مرضتش بقى اجيب اي حاجة تانية البطيخ ما عجبنيش قوي يعني بص بقى جبت كمان فون سوداني بس ما ملح يعني عايز اقول لكم انا اول ما شفته انا بقى لي كتير جدا ما كلتوش فاول ما شفته بقى الجن انت علي خلاص انا لازم اشتري الكيلو عامل 35 والشوية الحلوين دول عاملين 19 جنيه يعني حبة حلوين ما شاء الله يعني بسمع كلامك وهو بحاول اللي انا اقلل في السمنة جبت اصغر علبة سمنة المرة الجاية هجيب كيز بقى فكده كفاية قوي يعني جبت علبة صغيرة من سمنة روابي عاملة 24 جنيه قلت احاول يعني اللي انا اقلل منها شوية علشان خاطر بنستعمل سمنة بلدي اكتر يعني جبت خل والخل هنا الازيزة دي عاملة ستة جنيه ونص ستة جنيه ونص جبت منها ازاستين ويرب يقضوا معي طول الشهر الزيت بقى هو اللي مش عارفة ايه اللي حصله بصراحة انا كنت بجيبه بطناشر بعد كيه بقى بطلاتاشر بعد كده وسل خمستاشر النهار دي اختي عشان اجيبه ولاقيه بطلاتاشر جنيه ينفع كده يرديك كده انا مش عارفة بصراحة والازيزة اصلا مش كيلو ده كيلو لربع سبعمائة وخمسين فطمنتاشر جنيه كتير قوي عليها بصراحة اه جبت برضو عشان يقضيلي بقى الشهر كله جبت بقى هنا ايه فانيليا جبت فانيليا الكيس عامل اربعين قرش فجبت كده اه عشر اكياس حلوين او الفانيليا اللي هي درين دي بتبقى رحيتها حلوة نفسك جيب علبة على بعضيها زي ما عملت في الفانيليا اه زي ما عملت في الخميرة عملت في الخميرة جبت الكيس على بعضه بعشرة جنيه وفضيته في علبة صغيرة نفسي برضو اعمل في الفانيليا كده وفي الباكم بودر او الكيكشف جبت هنا حوالي ست اكياس من الكيكشف لاني بعمل كيكة كتير قوي الكيس عامل مية خمسة وسبعين اه يعني اتنين جنيه لربع جبت كده ستة وان شاء الله يقضوا في شهر كله جبت علبة نوطيلا وعلبة النوطيلا دي عملة سبعة واربعين جنيه للولاد هم بيعشقوها لقيت بقى عاملين عرض على اللبن اللي هو اشتة ده معرفش حلوة ولا لا فالعرض عليه بخمسة جنيه ونص فجبت برضو كده حوالي اربع اكياس استخدمهم بقى في البشاميل في حاجة مسلا في الجلاشة بلاحمة مفرومة هزود لكوباية لبن اما للشرب كده اشرب منه يوميا لا انا بحب اللي انا اشرب لبن من عند اللبان السيب العادي انا عادية خالص والله بس كده دي الحاجات اللي انا جبتها تعني نخش بقى المنظفات ونشوف جبت اي تاني جبت كمان طايت بعد اخرنا كده على المنظفات طبعا انا ما عنديش طبعا اي مسحوق خالص للغسالة فكنت مشتريا معاكم كيلو اللي هو السيب دوت اللي هو الفل وطبعا خلص لما ورطه لكم في الروتين فلما روحت المراضي لقيت فيه عرض على الطايت وفيه عرض على الاريال الاريال الستة كيلو عامل خمسة مية خمسة وخمسين والطايت الستة كيلو عامل مية تمانية وعشرين فلت اوفر يعني واروح اجيب الطايت الطايت عادي يعني ما حلوه زي الفل يعني علشان خاطر بس الطايت رحته حلوة الاريال اللي كان هناك من غير ريحة خالص انا بحب اشتري الاريال اللي هو بالدوني بس ما كانش فيه اللي هو بالدوني ده بالفل دول ستة كيلو وعملين مية تمانية وعشرين جنيه يا ربي قضو. بس بقى جبت كمان البريل. والبريل دوت حصل معي موقف كده بس هحكولك دلوقتي. جبت اللي هو البريل ده بواحد واربعين جنيه وعليه كمان آآ دوت هدية عليه يعني بتاع الارضية. فطبعا انا ما جبتش اي حاجة للارضية عندي ابن الشهري اللي فات. فلما لقيت اللي اثنين عليهم معارض وقلت خلاص مش مشكلة اجيبهم. ده كده سعرها كده للشبكة دي على بعضيها واحد واربعين. كنت بجيبها بستة وتلاتين معرفش اللي حصل. جبت كمان صابون. والصابون جبت تلاتة انا عندي اصلا بس بحب اللي انا كل منزل اجيب. معرفش ليه. ما بيخسرش وما بيحصلوش اي حاجة خلص. آآ بس بيبقى حلو قوي في البيت يعني. بس اللي انا جبتو المرة دي الحجم بتاعها زغيرة. يعني بص حجمها زغيرة قوي غير اللي عندي. اللي عندي حجمها كبيرة شوية. كنت جايبها بتسعة لكن دول آآ الواحدة عاملة تلاتة جنيه وتسعين قرش. فجبت تلاتة. تلاتة بتلات روايح مختلفة. جبت حمام كريم وحمام الكريم هنا اللي هو ولي ده. آآ كنت بجيبه الاول اللي هو الاصفر. المرة دي بقى لقيته اخضر. معرفش دوت بريحة ايه. آآ هجربه وقول لكم بس هي اصلا شركة ولي حلوة جدا. دي بتسعة وعشرين جنيه. جبت كمان اللوشن. اللوشن اللي انا جبته المرات دي من شركة آآ ايفا. اهو. حلوة قوي. وما بيخليكيش تدهنيني كده وتبقى جسمك مدهنن او بشرتك مدهننة. حلوة جدا بتتعمليه بعد الاستحميم. آآ ده سعر اللي هو دي اتنين وتلاتين وطاعك كتير جدا جدا جدا. ممكن تعدى عندك اكتر من ست سبعة شهور يعني. بصي عايزة واريكي حاجة بس كده معلومة صغيرة قبل. آآ اي كريم بنجيبه او اي مرتب بنجيبه طول ما هي عليها العلامة اللي هي ديك كده. بصي شايفها العلبة اللي هي المفتوحة. العلبة المفتوحة دي بيبقى فيها من جوها الرقم. الرقم ده بيقول لك اللي العلبة طول ما انت فتحتيها اول ما فتحتيها كده واستخدمتيها بتقعد عندك مدتها دي مكتوب عليها ست شهور. يعني ما ينفعش تستخدميها بعد لست شهور بتبقى صلاحيتها انتهت. تمام كده يا رب اكون وضحت لك النقطة. معرفش دي هيبقى مكتوب عليها ولا لأ. كد لأ. نأ مش معامل عليها. في حاجات وحاجات يعني انا عايزة هوريكي برضو الشامبور دي انا قلت لك اللي هو اللوشن ده عامل اتنين وتلاتين جنيه وحلو جدا بصراح من شركة ايفا. طبعا انا بحب اللي انا كل مسلا شهر اجيب حاجة جديدة مختلفة تكون خلصانة من عندي او آآ بديل حاجة عندي. فانا المرة دي عندي كريمات مرطب كتير فحبيت اللي انا اجيب حاجة كده مختلفة اللي هي بتاع كريم آآ لوشن يعني بتاع شركة ايفا. لان اللي عندي خلص. جبت كمان آآ زبدة زبدة كاكاو متاعت فوزلين سعرها تسعة واربعين جنيه بس طبعا هي ممتازة بصراحة يعني عايز اقولك اللي هي فعلا ممتازة. هي غالية شويتين طلعتة بس فعلا بتجيب من الاخر يعني. دوت بقى عرض على بنتين العبوة دي الشامبو بلسم مع بعض يعني الازازة دي ربعمائة ملي شامبو بلسم مع بعض. ودوت كده بديل الزيت. الاتنين مع بعض عاملين خمسة وسبعين جنيه. بصي هنا مكتوب لك العبوة هي. الشكل اهو. بعد اتناشر شهر يعني من من فتحها اتناشر شهر لو قاعدت عندك اكتر من اتناشر شهر تضطر اللي انت تيرنيها. نفس الكسة على الشامبو اتناشر شهر برضو. خل نخلي بنا من النقطة دي كويس قوي لاني ممكن حاجة تقعد عندك اكتر من وقتها. وممكن تسبب لك حسية وانت ما تبقاش واخدة بالك. ممكن تستعمليها وهي منت هي الصلاحية وما تبقاش برضو واخدة بالك. ده جل ما لوش علاقة بالموضوع بس بسبع واشرين جنيه. جبت كمان اه الاخ او الاخت او ايا كان يعني عشان خاطر مكة. طبعا انتو عارفين الشتة ونوايب الشتة ومشاكل الشتة وبلاء الشتة وكل حاجة بتتكلم عن الشتة رغم اللي انا بحبها او الشتة بس في النقطة دي بكراها جدا ما عارفش ليه. المهم انا جبت اللي هو اا مقاس خمسة فيه تمانية وخمسين واحدة تمام. ده بيتلبس كده على طول زي الانضر من غير بقى لزق ومن غير اي حاجة. حلو جدا جدا جدا. ولو انت عايزك جربيه نصيحة مني هتيه. هتيلي ولادك جميل جدا. ده سعر العبوة دي فيها تمانية وخمسين واحدة. مية خمسة وستين. طبعا بيتلبس بالليل فقط. تمام? علشان خاطر بس الشتة والدنيا بتبقى سقعة والعين لما بيعمل حمام المية بتوصل لحد صدره وضهره من ورا. فالموضوع بيبقى صعب قوي يعني. جبت بقى اكياس لان ما كانش عندي اكياس خالص. ولقيت بقى هناك الاكياس اللي انا ايه بحبها قوي. ولقيتها عاملة ستتاشر جنيه. حلوة قوي جميلة جدا. اكياس اللي هي بتتفتح وتتقفل اللي انا بخزن فيها الصلصة. اه دي العبوة دي عاملة عشرين كيس في بستتاشر جنيه. جبت كمان الاكياس اللي هي اكياس التلاجة العادية خالص دول اتنين مع بعض كده. الواحد مش عارفة كم كيس بس كبيرة يعني بتقعد عندي كتير بواحد وعشرين جنيه. انا ساعات بجيبها بس الواحدة هدية واحدة بتبقى عاملة عشرة جنيه. جبت اكياس برضو دي خمسة وسبعين كيس على بعض بس دي حجمه كبير بس زي ما انت شايفة كده بسم الله ما شاء الله. اه بس دي بقى انا جايبها مش عشان للخضار لا جايبها لللحمة جايبها للسمك جايبها للفراخ. ساعات المسلا لما بجيب فراخ وبخسلها ببقى محتور احطها في كيس كي يكون كبير شوية. فانا بالنسبة لي الاكياس ديت حلوة جدا. على فكرة حجمها كبيرة قوي يعني كبيرة كبيرة مش زغيرة ممكن الكاميرا تكون زهرها لك اللي هي زغيرة لكن هي كبيرة. حمسة وعشرين في اربعين. ودية عشرين في خمسة وتلاتين. ودي بقى تمنتاشر في عشرين. دي حلوة اوي للعصاير بقى للحاجات السوايل يعني. تعالي نشوف بقى جبنا ايه دينا تاني. جبت بقى لفة المناديل دي او اللي هي العبوة على بعض ديها. ديت كده انا بحطها عندي في العلبة بتاعت المناديل حلوة جدا. بتعود فترة طويلة جدا. بتعود اكتر من شهر ونص. يعني كتيرة. حتى لو بتستخدميها كل يوم هتعود عندي كتير. دي سعرها اربعة وعشرين جنيه ديت مش عارفة اكس ولا ايه. دي خمسة في واحد يعني بس بمعدل خمس بكرات مع بعض. فحجمها عشان كده بقولك اللي هي فعلا كبيرة. اه مش عارفة دي ولا ايه مش مكتوب عليها. بس هي بتبقى على قد العلبة بتاعت المناديل اللي عندي. دي سعرها اربعة وعشرين جنيه. جبت كمان مناديل والمناديل ديت اللي هي مناديل زينة بريحة الفراولة كنت اقولكم بتعم الفراولة. بريحة الفراولة عاملة ستة وتلاتين جنيه. اه تلاتة مع بعض. المشوفت السعرها بصراحة غير لما روحت البيت. اه في بيبقى ارخص من كده في بيبقى التسعة وعشرين بس هو الجوز اللي جابها مع رقش دي يعني. معلينة يعني. المهم جبت كمان شاور والشاور دوت اللي هو بتاع آآ كاميه دوت حلو جدا بالفراولة والحليب مع بعض. عايز اقولك اللي هو مش بس كده شاور لا ده بيرطب كمان الجسم. سعره سبعة وخمسين جنيه وبتعود عندي فترة طويلة. انا لسه الحد دلوقتي عندي بتاع الشاور اللي فات اللي هو بتاع آآ لوكس. بس عايز اقولك اللي ده احلى يعني. انا بحب دوت احلى من لوكس. تعالين روح نشوف اي انا جبت ايتين. بس جبت كمان برسل الملابس الغمأة او الملابس السوداء كان موجود هناك اللي هو الملابس العادية اللي هو عادي يعني اللبس العادي والملابس الغمأة. العبوة دي اللي هي بمعدل اتنين ونص كيلو بخمسة وستين جنيه طبعا عليها عرض هي بتبقى بحاجة وتمانين. آآ جبت واحدة والعادية برضو بخمسة وستين يعني سواء كده او كده اللي اتنين بخمسة وستين. جبت كمان كلوري الالوان وطبعا ده اللي انا مقدرش سانة عن محورس ده بكتوب عليه كم ده? 22 تقريبا او 33? 33 جنيه. اه عايز اقولك اللي هو حلو جدا بينضف الهدوم بيخلي الهدوم مطرح الولاد ما بيلعبه كده بتلاقي من هنا كده فيه سوادع على الترنج. اه مطرح ما بيكله او حاجة. دوت ممتاز. سواء في الابيض او في الالوان. حاجة كده بسم الله ما شاء الله. بصي بقى بعد ما جبت البريل. وانا ماشى كده في الكاسم بتاع الممظفات. لقيت فيبة والفيبة دول التلاتة مع بعض عاملين 27 جنيه. اسيبهم يا اختي. لا طبعا ما اصيبوهم شو رح تخطوهم على طول بما اني بخسل مواعين كتير. والموضوع عندي بيبقى صعب اوي اوي اوي. اه وبيخلص مني في نص الشهر وما بلحقش اللي انا اجيب او بجيب من تحت البيت عندي بسعر عالي اوي. فقلت لا خلاص ما جاتش على ال 27 وارح جايباهم استبني عندي في البيت. ما فيش حاجة بتخسر طبعا. اه دول تلاتة كده مع بعض. اه انا كنت بجيبي الاول الجيركن الكبير. لكن اه ملقتهوش. فلما لقيت التلاتة مع بعض دول رح تجيبتهم على طول مش هيخسروا. حابة بس اكلمك عن زبدة الكاكاو الجميلة اوي. الطحف اوي. اللي انتي هتقوليلي في الكومنتات دي غالية اوي. عايز اقولك العادية بحاجة وتلاتين جنيه والله بجيبها من الصيدلية. لكن دي بتسعة واربعين جنيه لكن ممتازة. بتعاني بقى من تشاؤقات كده في عند شفايفة. دي ممتازة بتخلي الموضوع حكاية. وطبعا كلنا عارفين شركة فوزلين بتبقى عاملة ازاي يعني حاجة كده اه فوق الطبيعي. هاتيها بس وعلى دموانتي فيه منها حاجات كتير اوي. اه وبتعوك كتير يعني مش هقولك مسلا اللي هي مسلا هتخلص في خلال شهر لا بتعوك كتير جدا يعني مدى النهية معاك يعني لو استعملتها يوميا برضو هتقعد ماء. بس كده دي المشتريات بتاعتي اه لو انا نسيت حاجة او اكتبيلي في الكومنتات انا نسيت ايه? انا نسيت فعلا كزا حاجة. يعني اتمنى منك كده لو انت شطرة واروبة ولهلوبة وعارفة ايه اللي ممكن هيبة تنسيه اكتبيلي في الكومنتات. حاجة ما ينفعش استهنى عنها خلص في المطبخ. ايه هي بنستعملها في كل الاكلات مع ده طبعا الحلويات. حاجة ما ينفعش اللي انت اصلا تدوقي الاكل من غيرها. يعني لو حستي لو دوقتي الاكل وما لقتهاش محطوطة في الاكل فتقولي ايه ايه ده في ايه 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 نايس ايه? فانا نسيت الحاجة دي. اكتبيلي في الكومنتات عشان اعرف اللي انت ايه بصحصحة معايا كده واروبة وست بيت لهلوبة. بس كده خلاص ده كان الفيديو المشتريات بتاعي بحبكم في اللي احلى موقات باخوات. السلام عليكم.